على اكس بريس اف ام حكاية كما هيك الكل. شنو لايك فيه؟ والله يشوف اه ما نحتيش انه ما نحبش نحكي على الاختيارات الفنية كيما قلت هو المدرب يعرف شكون اه تيت رأي في موضوع اه بوغامي انو ما عندوش علاقة برامون. من الول صارت الاشكالية على موضوع انضيبات. وحكاية شوية رفوية تزاد علاقة في موضوع انضيبات. وهذا يجرنا الى عملية تسيير الحياة داخل المجموعة. قاعدة الاصف الاشياء كونه اسرار المجموعة تقعد داخل المجموعة. انا هيدا رايي الحقيقة. كيصير اشكال اه ما بيني ملاعبية ويصيروا اشكالات. في كل طرب بصات وفي كل المنتخبات منذو الاجيال الكل والعصور الكل. فماش ملاعبي ولا مسؤول كيجيبو يقولك ما صارش عندي حتى اشكال تصير لانو الحياة في المجموعة صعبة ووقتي طويل ووقتي ستاجات السبعة طويلة وضغط المسابقات تخلي تخلق نوع من الاشكالية. الاصل كونه الاشكالية اذي تتحل في نتاق. عائلي ما تخرجش البره ما يسمع بيها حتى حد. وتتفض غديك. اللهم اذا كانت تجيو زيت في ريمون معناتها اه اللي ما هيش مقبولة. حاجة كما هيك اذا كان صحيح ما تشوفيش ما هيش مقبولة معناها. لا الرواية اللي انا سمعتها بخلاف ريقات تقول فيها انتي. ما يش قل فيها انه قل فيها قوله مكتب الجامعي معانا. اللي قلوه ولا وانبعض ختر سمعت اللي حتى شويرف معانتها حبوا يرجعوه. ام. وكذا وفم معانتها وفم معانتها وشويرف طلب كونه ينشروا بلاغ في الرأي العام معانتها بش يكذبوا اللي لاوليني اللي يستعب. هذي ميصيرش حكاية معنا. هنا في تقديري أنا. هذي حكاية تصير. وحتى كان فما تجاوزات منه هذي. فما قليات أخرى متاع عقاب. فما الخطايا المالية. فما حاجات أخرى. والمهم قبل الإنسان. هو علش ما أنا تسائلت في الوقت هذيك. علش ما فماش عضو الجامعي. ورئيس الجامعة. أو حد قريب له. هو مع المنتخب. وكان موجود الشيكر الإخنيسي. الشيكر الإخنيسي مع التيراماتي. وقاعد يقوم بعمل طيب. الشيكر وملاعب يقديم. ومغروم بالهند. وعنده خبر في تأثير. ولكن رأهم ما عم نجمش يعوض رئيس الجامعة. ولأحد المساعدين القراب للمنتخب. رأهم المنتخب إسلام رأهم مسؤولية رئيس الجامعة. هو حاطر المنديقل ما مشيش رئيس الجامعة طيب. معناتها. هاوي وريك. فهمني. معناتها في قطر. لو كان جاء رئيس الجامعة موجود. أو حد قريب لي المسؤول على المنتخب. من القطرة هو المنتخب مسؤول عليه رئيس الجامعة مباشرة. المنتخب هو الفترينا. إليه كان العمل الجماعي. وليس كريم. إيه. العمل الجماعي. أوكي. فما عديد الأنجدة. وفما المسابقات. وفما شون القانونية. وفما الرابطات. وفما هذه كله الجامعة تكون ثلاثة. المنتخب الأول. ما نجمش يكون عليه مسؤول عشرة من الناس. فما رئيس الجامعة هو المسؤول الأول على المنتخب. ثم له أن يفوض لي حد قريب له ولا كذا. في آخر تربص. قبل بطولة عالم. تربص خارجي. المفروض رئيس الجامعة. أو من ينوب يكون موجود مع المنتخب. علش؟ لأنه في الفترات هذيكة. في التربصات هذوم الاخرانين قبل بطولة العالم. فما تفاصيل. فما جزئيات. فما موضوع من احنا نحكيو فيه. فما كان فما إشكيليات. تتنحى من ذهن الملعبية باش يركزوا. عالبطولة ويوفى كل شي. غياب. عضو الجامعي. وخاصة الرئيس الجامعة. في قطر. ممكن. خلى المشكلة المتاع الملعبية. زوزني ذكرت المتاع مروين وحسني. يتفاقم وما يتحلش. ولا زادة. اشكال انضافة. لا اشكال البغانية. ولا تغيابات مؤثرة. السياسة هذي. متاع المكتب الجامعي في فرض الانضباط. ما تشوفش المشكلة ذي. متاع الانضباط. حتى التاريخيا ديما يتطرح في المنتخب كورت اليد. لا مسحية. لس كل نعفل المنتخب كورت اليد هو. لا لا. يتقال. ديما في كل المونديل يتقال. يتقال. يتقال لكلام ح على تجاوزات من الملعبية. سكرا. ما تقول يش مصحيح خاطر موجود. الحاجات كما هكا. المنتخب كورت اليد الوحيد لنجم يمشي بين العالمية. لكن الحاجات كما هكا هو ملعقة قديمة. اللي ما يخلونيش نمشيولي بعيدة. سواء خلافات في السنجات. سواء تجاوزات حاجات من النوع هذا. كيفاش تقول لي مصحيح. تشوف. انا نعود لك. انا عشت مع المنتخب بسنوات طويلة. خريب من الجامعة. وعشت عديد المسابقات وبطولة عالم. كلمة تجاوزات. كلمة كبيرة ياسرة. كلمة صعيبة ياسرة. فاهمني. وقتاش انا نعتبر لي فما تجاوز. نعتبر لي فما تجاوز. وقت اللي واحد يخرج ويضرب المجموعة في العمق. بتصريحات او بتصرف غير لايق في العلنت وجاه مجموعة او كده. ومعاش نجم الحكاية تتعالج على مستوى اا اا داخلي. انا ما نذكر شي ما احنا تا في وسط المسابقات صارت حويج معالة اا اا موشينة أو تمس الملعب، أو بس التركيز الملعبية معانتها، منتخب كورتلياد معروف بالذيوات الملعبية كي طهب تلعب في التيران، تلعب بكل يعني جوارحة وتعطي أقصى ما يمكن عنده، وإذا معروف على منتخب كورتلياد، وإذاك عليش توينسة يحبوا منتخب كورتلياد، ما نقولش ما فهمين ما تصيرش إشكاليات، ولا غلط، ولا هيدا يأخذ خينتيك وولدك يغلط، ولا يخرج جسر ما في بالكش بيه، ولا يعمل حاجة، ولا كذا، إخيه تخرج بشتغر بيه ما تحل المشكل في داخليا، وذيك حياة المجموعة، وذيك الخصوصيات المجموعة، يزم يحترمها، وعليش يزم يكون مسؤول قريب، ونقول اللي رئيس الجامعة هو المسؤول الولاني على المنتخب، ويزم يكون قريب من المنتخب، لأنه وقتاً يتصير إشكالية، إسلام، فوراً يتم تطويقها ويتسكيرها بيش ما تتدخمش وبيش ما تخشت، صارو حاجات بالنوع هيدا بكتلي كنت موجود، شنوع حاجات بالنوع؟ تجاو زيت؟ تجاو زيت، أنا عمري ما سميهم تجاو زيت، أنا بلس بلاي أنا تجاو زيت اللي الملاعبين ما يجيش للتربص، ما لبيش دعوة الناخب وطني، ما يعطيش ما عنده، يخالف القيم والمثل الأولمبية اللي متعارفة عليها، إما أولايد مع تخرج بعد نهاية تربص ولا كذا، خرجوا صهره ولا كذا، ديراو، فميش منتخب ما فيه الشيء ذي، فميش منتخب البرح العضو الجامعي معاذ بن زيت، كان جيوا بك على تدوينة ليك على صفحتك في فيسبوك، أحكي على بعض ذي ذي الحاجة كما هكا، قال في بطولة فريقيا 2014، قال لك ملاعبية جيوا في حالة مش تبيعية قدامك، وقدام لو زيتها قذيب، صارو تجاو زيت ملاعبية خريطولو الباسبور متاعف والوتيل، وبعض أخرجت عليهم، قال نحن نقتانع مع السياسة، هذي متاع، تعتبروا سياسة عدم انذبال، نقتانع معها اليوم، ما عاش مسموح بها في المنتخب، شنوع لأيك فكرة كما والله يشوف أنا آآ ما نردش على كلم كيفنا كلم تفكر آآ موش غريب على الموعات، بش تكلم كلم منا واحد ذي لأنه مش أول مرة يتهجم فيها على رواس السابقين بتاع كل الجامعة أو آآ يعني يتهجم على رواس كورت اليد، مش مش دي معتها، ما حابش نجاوبو، مش تدخل معها لا في سي جيل لا في حد شي، أنا نقول اللي الكلام هذين ما فهم مش ملو، لأنه في 2014 كانت تذكر وبرشة إعلاميهين كانوا موجودين في الطائرة اللي روحنا فيها، في المنتخب، كنا هزين بطولة أفريقيا للفتيات، وهو عوض معانا جامعي وقتها معانا، عاليش ما تقلمش هو وقتها معانا، وموجود في الطائرة معانا، وعش بيه ما تكلمش كيف صار الشي ذي قدامه معانا، عمر ما أول مرة نسمع بها الحكاية ذي أنا فهم اسمعت كلم و انتي اللي؟ اه؟ اسمعتوا الكلام انتي اللي قالي ولا؟ شني يا؟ الكلام ته معاني زي، اسمعتوا ولا معاني؟ والله اسمعت هيك فهم ما شكون قالية، ما تتبعوش أنا لحقيقة، ما عنديش وقت مش نتبع الحكايات هذيه، اه فلي نقول وكونه مش صحية، كونه مو عام 2014 روحنا فرحانين بلقب، انت عبدا بطولة أفريقي الأمم، فتيات لي غاب على تونس تقريبًا، 40 سنوه، وكان جو أجوية احتفالية في الطائرة وكان تقريب جل أعضاء الجامعين حاضرين وعشرات من الإعلاميين ومعنا سيد وزير شباب ورياضة وكان احتفالية كبيرة في تونس بمناسبة فوز بطول تفريقا هذا اللي نذكر وانا من 2014 ما نذكرش الحكاية هذية وهذية معتها وحكاية الباسبور وما فما وريض المناعي وقتها مسؤول على المنتخب ونايب رئيس جامع معتها معتها يتنفيز أميله حقيره أنا بالنسبة لها الحكاية هذه ما في بليش بها أنا معروف بالنسبة لها أنا المجموعة راهي عندها حياة خاصة أنا نحترم الخصوصية التعلاب خليله هامش من الحريان هذي نظرتي حد داخل عنده نظرة أخرى فهمني بتاع الانضباط كل وقت كيش يراه الانضباط أنا الانضباط بالنسبة لها أنا اللي يعبط للميداني ويعطيه مئة في المئة ومئتين في المئة من اللي عنده ويعرق من أجل المنتخب ويلعب هو مضروب من أجل المنتخب وما يبخل على حتى حبة تعرق على المنتخب وبنسبة لي المنتخب قبل جامعيته وقبل مصلحته وقبل كله هذة هو الانضباط بالنسبة لها أنا ما زادة عن ذلك هي خصوصيات تتعالج وتصير وراه ما فهميش منتخب من أبدا من ثلاثين سنة التالي أرجى ما يصيرش فيه حاجات ولا كذا ولا ملاعب خرج يسهر بدون إذن ولا هذي الكلو يتعالج وجو نقولش حاجات باية ليه؟ أما تتعالج في وسط المنتخب وما غير ما توقش وما غير ما تولي فيها بيانات وإعلانات للرأي العام ومجال استأديب ومحاكمات في العلن خطر هذي هذي هولي هذي هولي أصبحنا في الحين فيه في السنوات الأخيرة هي المحاكمات اليوم نحكيه أيضا عن المنتخب من منطق برشة جهويات يقال إنه كذا جيبها سامي السعيدي وكذا سامي السعيدي وحتى عيسلام التاش كانت عمل تصريح مثير جدا للجدل قال نجم رياض الوطني هذا اللي يلعب موش المنتخب الوطني شو رايك في حاجات كما هك؟ شوف أنا ألمني جدا تقييم المنتخب المنطلق جهوي هذي حاجة أختي رئيسة ما كانش عنا في المنتخب وما يزميش تكون عنا أنه اليوم أن قيموا لعب كانوا ينتمي الفريق متاعي راهوا لعب بيه كانوا ينتمي الفريق آآ الخصم راههم لعبي خايب ولا المدرب كان جاي من الفريق هذا راهوا بيه ولا كان جاي من الفريق هذا راهوا خايب هذا رينيه ليمات الاخرانية وهذا ينظر بخطر كبير وذيك عليش أنا عملت تدوينها جاية مش بيت فيها حتى حد بالعكس كانت تدوينها الدعم للإيطار الفني وللمنتخب خاصة أنه ما زال يلعب في المسابقات يازم نحترمه المنتخب ونحترم إيطار الفني المنتخب مش معناه ما نقيموش ولا السامي السامي اللي يحب سامي سعيدي يقلو يعطيه رايو ينصح وانا قلت لك معاه كونه إيطار فني بيقاطها نظر ليكون سامي ولا غير سامي يزم إيطار فني تونسي ياخو حظه كامل وينجح مع المنتخب اليوم هذية ظروف البلاد يزونكم بيتاتر كونه نسلمه ولكن ما خليوش أنا المدرب واحدو يزم نعاون وهني يقفوا معاه اليوم كليم من نوع هذية ما حبيتوش عيصان بيظهولي اعتذر على بعض اللي قاد منه بتدر ناس فيهم اتيه وتهجم عليه توال ما نصورش أنا عيصان بالتجربة متاعو بيش يتهجم على فريق في عراق تهمية نجم السيحلي في كورت اليد التونسية ولا تارجي رياضي ذوما ذوما راهوا يأطروا في الملعبية كل يوم في حياتهم اليومية في تمدينهم معتها ذوما عناصر فعلة الأندية اللي يلوم قاعدة تكون في الملعبية الأندية القاعدية كلها هذية تكون عائلة المنتخب وناس هذية تأتي رايها رايها تأتي رايها بمنطق معناتها حب للمنتخب وما يزمش للألوان الأندية تظهر في المنتخب هذية حاجة سرطان أنا نعتبره يلزم يقف ويزم سامي والمحيطين بالمنتخب وناس الكل تفهم اللي نهارتي نلبس مريول المنتخب ولا نكون على دكة احتياط المنتخب أراني المثل تونس كاملة ونحب النجاح معانتها فماش مدربة أنا أعتقد ما يحبش ينجح ولا يعرف اللي لعب معانتها فما تقييمات فما هو أنا رأى حاجة وانتي ترأى حاجة الأصل في الأشياء كونه آآ نسمع بعضنا وهنا دور التأثير آآ بكري قتلي رئيس الجامعة مش فلو في مع المنتخب معانت الحقيقة معانتها بيت تانا بيت معانتها آآ اليوم ما رئيس الجامعة هو المسؤول لولا المنتخب يزم يكون في جنب آآ الملاعبية متاعه في الحصص التمرينية في كل خطوة يخطوها المنتخب يزم رئيس الجامعة يكون معاه هذي دوره وهذي أبسط بيش ديات الدور متاعه بيش كيف تصير حكاية منها وحذية إسلام وحنا في وسط بطولة نعرف كيفيش لموها ونعرف كيفيش نحميه الملاعبية والانتراج الملاعبية تعجمت أفرع على الجو العام خاستني اللي يقال إنه وسيم السعيدي يعاول على الملاعبية اللي توال اللي يسبقوا تدريبهم في اللي توال أقبل نعم نسوار الشينا ميزيمش ندخلوا في التفكير هذا ميزيمش حتى إذا كان الوضع أفرض علي بشي تعمل على الملاعبية هني قلت لك عتيت كرايا في موضوع متاع متاعب وغاني حبيت مثلا الوليد بيشة يلعب أكثر بيشة شكو للظاهير متاع الترجي معنى هذي خيارات آه حازم بيشة هذي خيارات المدرب مسؤول عليك مش حتى حد يدخل فيها ولكن يزن الأجواء في المنتخب تقعد أجواء ناقية حتى لو كان نخسروا حتى كيف نخسروا كما تاو يلزم معلنتها نعرفوا كيفيش نتعاملوا مع ذا مع الاخسارة ونخرجوا مع الاخسارة بيه منتا شايف تكسي كريم ووجود رئيس جامعة مع المنتخب والمدير الفني حتى المدير الفني علمت أنه مش موجود مش موجود ايه ايه معانتا كيفيش كيفيش معانتا شكون بشي قيم المشاركة ذا يتا المنتخب شكون بشي قيم لازم يكون موجود مدير الفني بتبعات الحال أولا ساعة في بطولة عالم راهوا المنتخبات الكل تقريبا بدون استثناء مع ها المدير الفني متاح وهي فرص بشي تلقاوا المدير الفنيين بتاع 24 بلاد فرصة علاقات جديدة و تبني علاقات تبني كذا انتي وقتاش عندك في الشبان في البنات في كذا تربط علاقات مهم جدا المعرفة الشخصية راهي مهم نيس مش تحكيه تميل ويس ما تشوفش باللي كونيسيون تاع الكوفيد هي اللي حدد من انه تحاول عدد كبير مفهان يكون في الوفود ثلاثين عدد كافي جدا ثلاثين عدد كافي جدا بشيكون رئيس الجامع موجود والمدير الفني هذي مزوز ما فميش كلام فالسطاف مهمين مهمين ما عدد فمت من خبرتك الكريم كمسؤولة سابق شنوما الحاجات الإيجابية اليوم اللي لازم ناخذوهم في المشاركة هذي والحاجات السلبية اللي لازم نبعد عليهم في المستقبل شوف ماهو الحاجات الإيجابية ماهو اني قتلك انا اليوم الحاجات السلبية قادة تتكرر معنات اسلام معنات نقعد ومدة طويلة من عين ومنتخب من عين ومدرب منتخب في شهرين والثلاثة شهر الاخرانين باش يكون منتخب في ثلاثة شهر البرمجة ما فهميش التحذيرات ومع في دورات دولية ما موشي بالعدد الكافي بانمشي ونخسرو قاعدين نتراجع معنات علش قوتك تقييم بتاع بوتوط العالم هذي يراهو ماي نجمش يكون في معزل على المشركات السبق السبق علش وخرنا علش وخرنا بالشكل هذا اين نوات المنتخب اللي كوناها في 2013 ويني؟ ايني؟ ام علش دي ما فيها كان مصبح صاني علش كان مصبح صاني وين بقيت لاعبين؟ وين اه؟ فم مشاكل مشاكل دي ما موجودة مشاكل هذي الملاعبين تقريبا الكل اللي عنده مشاكل اه بانور وش بانور ما جايش علش؟ ناس اه يقال كورونا يقال يقال انو عندو كوفيد 19 هذة اللي خرجتو الجامعة عمل تست وكذا و اه احنا سئلنا على عندك معلومات عاكس هذة؟ احنا سئلنا على امين بانور معنتها من لي بطولة افريقيا اللي فتت اللي مشيت في تونس طو عامس سئلنا عليه في الاشهر اللي فتها كل هذينا التاليفون وقلنا له ويني كمين؟ شا عمل؟ شنين وامورة كيتكلموا لي دارة الفنية؟ انا واجهوا الكلم الامين بانور معتها معتها الكوفيد هو روح فيه اخر ديسامبر قديش الكوفيد كي انك عندك معلومات تقول لي ما لبس عليها من بانور مش ما عندي معلومات معتها هنا نحكي لك فيش قاعد نسمع مش بالنسبة لي انا لبس عليها من بانور اليوم بالنسبة لي انا امين بانور كنا نجم كان يحقه مع المجموعة ما هوش مع المجموعة اسئل جامعليش ما امين مش ما اذا كان اليوم نفرضو لسدي عندو كوفيد ام جيه لتونس في اخر ديسامبر عندو كوفيد ويعمل تيست كوفيد نبراه منو نتحقو بالمنتخب البرزيل اسمعت حطو ثلاثة لاعبين في البرتغال ام مع المدربة متاح قاعدو في النزل ويعملو في يعني في دي تيست كل اربع عشرين ولا ثمانية واربعين ساعة اونفوا يتطلع التيست ريزيوتات تعال تيست نيجاتيف كلام يخلطوا مع المنتخب انا حبيت كونه امين يكون في المنتخب يعني المجموعة الكله هويني نواية تي عقاد منها كان لاعب عبد الحق يلعب في المنتخب عليش ميلعبش في المنتخب ام قلص ليه هو لاعب زادة ممتاز جدا عبد الحق وكنا نره في المستقبل اا متاع ااا لاعب معانيتها منسق في المنتخب عبد الحق حسب ما قال سامي السعيدي نهاني اسألته حلال عبد الحق رفر بيش يكون مجول في المنتخب رفر ضعوت المنتخب يعني شو معنى هذا؟ عليش؟ علش؟ لأن الأجواء في المنتخب السنوات الأخيرة الأجواء ماش باهية دي ما تصير سي كلمة إذية حتى قبلنا تفكّر إستبعاد وليد بنعمر كيف كيف حتى تاريخي ينا وليد بنعمر كيف كيف وقع إستبعاد و صبح السيود كيف كيف لا إسموش كيف كيف مصحيح مصحيح أعطينا.. أنت كون موجود وقت 2005 في البالي أعضو جيمي هاي كنت أعطينا شن.. للتاريخ شنو أصار وقت عشان ولي صار وقت ها وقت الساعة آآ ساسمو آآ صبحي عندو طن ديني تقرأ في آآ كتفو لي صار وكان ملزمش يجري عملية. خليها الإطار الفني وإطار التببي الآخر اللحظة فماشي ما آآ تتنحلو الأوجاع وينجم يلعب على الأقل لك بطولة العالم. ما نجمشي. ما حاتوه ما نجمشي شوط. الإطار الفني الفنديتش كان يتمنى كون يكون معا صبحي سيوت. معناش لاعب يساري ثاني بخلاف بوصلينة وقت. صحيح. وكان كان معنا صبحي سيوت حاضر كنا ممكن نفوز بطولة العالم. هنت تسوفوا في إسبانيا في النصف النهائي في العشرة سبعة دقائق الخرانين. وقفنا معنا نلعب بسبعة وثمانية لاعبين ملقيناش. وليد بن عمر. وليد كان موضوع آخر. وليد كان. اللي هو. كان موضوع آخر. وليد معناتها. آآ بدي توا تاريخ. آآ مهم جدا. تعبت تعرف التاريخ. وليد ممكن ممكن بعد شوية على المجموعة من 2004. حتى الكأس العالم. من 2004 كأس إفريقي تلعب في مصر في 2004. حتى البطولة العالم 2005. بعد على المجموعة غاب على بعض التربصات. نكون عنده التزامات. تخلقت فجوة ما بينه وبين شقهم المجموعة في المنتخب. وكان خلاف على شرط القيادة هو وقته. حاب يكون كابتن. آآ كان خلاف على شرط القيادة بالأساس. وفي الأخير آآ وليد معناتها شد صحيح في آآ في موقفه. معناتها هو الملعب هي شده صحيح في موقفه. والأخير صارت لأمور كذاك. ولكن. ومصاروحات استفزا زيادة اللي وقتها. وليد كان ستار في إسبانيا. يجي من إسبانيا. يلقى روحه في المنتخب في المدارش. نيه ما صارش هذيه. لا لا ما صارش هذيه. وليد بنعمر كما قتلك. آآ وحتى صبحي كان يلعب في مستوى عالي. مو باليه كان بطالة الوروبة صبحي. في الوقت هذيك. وكنا في حاجة للملعب هيذي ما كانوا يفوتون. وليد قتلك كما حكي. اللي فما حكيتولك. ما عنيش مشاكل تاع من نوع هذيه في اله. هي هذو مشاكل تعتبروا. المكلم اللاعبية ما يحبو الساحبهم. معنى ما مشاكل وليه؟ ما عني هاني قتلك. على ذلك أخبارك قتلك ديما موجود هذيه في الهونت. أي. ام. مشاكل مناعه هذيه. خلافات. لو كانوا يتلموا الناس اللي كلنا بعضهم نمشوا لبعيد كلنا معنى. آآ احنا مشينا لبعيد. في المونديال هذيك. مشينا للبرشة البعيد. في المونديال التعالفين وخمسة صار ظروف أسثنائية. انتي ممكن وقتها صغير. مكتب جامعي تحل. وبرشة أشياء صارت أثرت ممكن على تحذير المنتخب. وأثرت على الأجواء. آآ اللي اللي في المنتخب معتها هذيه. آآ واقعتها وما مش لازم تفاصيل بش نرجعه ولها. ولكن هذي اللي صار فمن آآ ما فماش عليش اليوم بش نشوفوا اللي في المنتخب معروف عليه المشاكل. هم منتخب تونس عمره ما كان معروف في المشاكل. كانت فما ملاعبية المشاكل اللي صارت من خارج الجماعة من المجموعة كانت تعيش مليح راهو. مجموعة اللي حذرت على اليوم. كونه المجموعة تعيش مليح ديما تعيش مليح. باي نحكيو شوي على كريم الهليلي يزي شوي منتخب. آآ كيفاش بديت علاقتك بالهند سي كريم؟ محكي ناشي ساعة قبل علاقتك بالهند اسلام. اه. محكيو في المتاو انتي ادخلت بيا في تفاصيل متاع البيان. ولكن حب نحكي علاش اليوم قتلك المشاركة تعالمنتخب نازمك تاخدها في معزل عالي. آآ آآ ع السنين لاخر. وعلى وضع كورت اليد وعلى وضع رياضة التونسية بسيفة عام. اليوم رياضة التونسية اسلام. آآ رياضة تعيش آآ عديد الاشكاليات عديد المشاكل. آآ. اليوم افهم مشاكل كبيرة انتع التموين في السنين الاخرانية. تحكي على رياضة بسيفة عام. بش نجيو. بش نجيو. بش نجيو هاي. على مسيرتك في مجلس النوية بش نحكيو على رياضة بطبيعة. عام الحم نعب من اللولة لي كنتي السياك باش بدت علاقتك بالهند سي كريم. انا علاقتي بالهند بديت في سن عشرة سنين. مع جمعية اريانا رياضية. آآ او الايجازة صححتها في سنف المدارس. في جمعية آآ اريانا ومن بذلك التاريخ. درجت في في الآآ اصنية في الكل. آآ حتى الاكابر حتى الموسم آآ اربعة وتسعين خمسة وتسعين. كنت في اكابر جمعية اريانا. وبعد دي ظروف تعد دراسة. معاش ناجم كنت نوفق ما بين الدراسة واللعب. فاخترت دي ظروف تضربت. آآ على ركبتي. آآ قعدت برشا نديوي فبعت. بعت ولكن بعت آآ على الميدان. مبعتش على كورت رياد كرياضة نحبها ونعشقها وعندي. وعندي عندي لها برشا عاطف و. وبرشا معنتها معزة. تجربتك كرئيس جامعة كيفش تكفشت قيمها كيفش تشوف. تجربة امتائي انا انا ما وصلتش رئيس جامعة كيك آآ اسلام معاتها. آآ انا في الرابطة المسؤول في الجامعة منذ تقريبا 2001 أو 2020 في الرابطة الوطنية. درجت في المسؤوليات وبعد دخلت عضو جامعي في 2005 عملت حتى 2014 مسؤوليات متعدة في الجامعة. آآ ثم بصفة طبيعية آآ تم انتخابي آآ في 2014 رئيس جامعة باغلبية ساحقة من الاندي. وكانت فيما ثلاثة قايمات اللي انتخابوني آآ بإجماعة تقريب بآآ باغلبية ساحقة نجم نقول للرئاس جامعة كانت فترة ممتازة. آآ نعتبرها كانت فترة جيدة. آآ أولا كيما قتلك ترشحنا البطولة افريقية للهزينا بطولة افريقية في المغرب ثم ترشحنا للعاب الولمبية مباشرة. آآ نعملنا ألعاب أولمبية ما شاركنيش معانتها مع ما نهيش في السابق لعبنا دور ربع نهائي آآ مع كرواتيا وكنا قراب معانتها برشة. باش نكونوا في النصف نهائي وتعرف توصل النصف نهائي تأخو ميدالية في آآ. ألعاب الأولمبية آآ برونزية آآ. الألعاب الأولمبية خسرنا بفارق هدفين بآآ معانتها ظلم كبير من الحكام ونهارتها خرجوا هيكل مجنم وارقة حمرة معانتها آآ بحت شيء معانتها. آآ آخر مقابلة كانت في الكارير انتهي عطاها هو ورقة حمرة. شيء معمل آآ في المقابلة غضاوا على آآ 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 منكود كود واضح ووجيس طنتي سبورتيف منو إيغور فوري. ممم، متاعكرواتيا. متاع كرواتيا في أول مقابلة على المحمود الغربي. كان اخو هو الإقصاء. وكاننا يمكن كان تبدل وجه المقابلة كمبليت ممكننا نربحوا معنا ذلك خلاجنا متفوقين في الشهوط الأول وشدينا وربحونا في آآ في آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جدد جبنا ربيط الابطال الفرنسية لتونس ساهمت في اشعاع كورتلياد اه تونسية جبنا مستشارين جدد في عامين معانتها اه بارقام مهمة اه كورتلياد كانت رجل اللي نذكرها اسلام ارجع انتي تهو للارشيف وثبت معانتها زو السنوات على بعضهم الفين واثناش والفين وطلبتاش الجامعة التونسية لي كورتلياد اللي كنت كان لي شرف رئاستها اه اه تحصلت على اه جائزة افضل اتحاد عربي جامعة اه عربي للالعاب الجماعية في استفتاء جريد الاهرام المصرية مش في تونس استفتاء جريد الاهرام المصرية عامين عبت عالتوالي الجامعة التونسية لي كورتلياد اه تاخوها الجايزة ذي وذي دليل كونه الجامعة اه ناش حويض هولي تمك كمتابعين معانتها تنجموا تقيموا عندكم التقييم اه بطبيعة فما حاجات ما ناجم ناش نعملوها لانو الوقت ما كفانيش وكاوه. في الاثناء يوصلني التست بس اتفاع علاية معانتها متع امين بنورا الي هو بوزيتيف. اي اه كاوان معانتها ما فِيما صارشت كومينيكاسيون واف. اه بييي. تلب الزجاحات اللي كنت تحكي عليها هاذو ما تشوفش لطريقة خروج متاعك ما كانتش تلايقها بالحاجة اللي صارت هاذو تاريخ الخروجتينها قدمت استيقالتي إسلام لأنه كان معانتها الجو أصبح في الوقت هذيك بفما شكون خلاق جو غير إيجابي لعمل حاولت باش نفض هالشكاليت هذي حاولت باش يعني على استقلت انت استقلت لأنه الجو أصبح معادي شي ساعد العمل لأنه وقتا عندي مسؤوليات في ريانا كرئيس بلدية ما أخذت لي برشا برشا وقت من برشا برشا وقت الطالب مني مجهود كبير الجامعة كنت لاقي هالوقت ولكني جناه على حساب ساحتي كنت نسير في نفس الوقت في الجامعة وفي بلدية اريان. وكانت مرحقة ومتعبة جدا خاصة البلدية. الجامعة تخلقت مشكل. احنا هزينا بوطولة افريقية قلت لك اللي البنات فير فين اه واربعتاش. صحيح ما هزيناش تيتر تعالوليد ولكن كان معنى تا كانت بارانتاز معنى كان ديتيج. وحنا الناس كل تعرفين احنا في الوقت اذك اقوى بارشة من اا من الجزير. وعنى منتخب ممتاز. عنيا ما كانش سبب مش نخلقوا المشيك ليهذيك في الجامعة. 93 نجاة نسحبت واستقلت مم يمكن غلطت في الاستقال وحقني استقلت. فأبني بعد السنوات هذي الكل بعد سبعة سنين انا بعيدة عالجامعة اه اسلام ممكن كيراغ Muito ليه نتج وين وصلنا نقول غلطت م حقني بكم حقني اسبرت اكتر حقني ممكن تستعتليك خيرنا تعتبر من العبدالي كانت معاك؟ اخي انا معنى ته زيته بش نحكيه و الناس تعرف لي صار و زيت بش نقدو نرجع للمورة هذين تحسك اليوم موجوع من هذا هذا؟ انا موجوع اكثر اسلم على المستوي لوسط الكورتلييد تونسية هذيلي وجعني وما ضبية والايد كورتليدي تحركوا باش يرجعوا رياضة متيحهم الي المسار متاحراه ميستنيوا مش حتى حد اخر بش يعمل شاي ذي المكتب الاجي معي الحالي ما احترامتي للاشخاص اللي فيه. يعني اه ورى محدودية الوياهة تاو عندهم سبع سنين سيموراد عنده سبع سنين تاو يسير على رأس الجامعة. من الفين واربعتاش لليوم هاوين وصلنا. اه مش كان المنتخب مع انت حكيت لك على البطولة على المستشهرين على الاشعاع متاع الرياضة ترجحها على جميع الاسادة على العجز المالي اه والتصرف الايدالي اللي اللي نحكي وفيه معانتها اه اه يخلي المكتب الجامعي باهم يكون معا ندرش الحلول. يز معايا تكون تليدي اليوم تشوف اه كيفيش معاك تترجع الرياضة بتاقحها للمكان تاقح الطبيعي. اه كنت نائب في مجلس النواب سي كريم اه شنين اضافة تعتبر نفسك قدمتها للياضة من موقعك هذيك كنائب مجلس النواب? والله ايشن هو انا كنت تقريب او كالمداخلات مسجلة وفهمة المداولات ومكون تقريب النايب تقريب الوحيد اللي يتكلم على الرياضة في مجلس نواب في كل مناسبة. موجود برش نواب سوديزون رياضي. كنت تقريب الوحيد اللي يتكلم ويدافع على الرياضة ويقول لازم الرياضة نحتموا بها ولازم الشباب نحتموا بيه. تكون عنا استراتيجية للرياضة. وكنت ادعو رؤسي الحكومات المتعاقبين الكل اللي عرفتهم اللي تعاملت معهم. كونهم يوليوا اهمية خاصة للرياضة. الرياضة تنجم تخرجنا من برشا مشاكل. اه? السياسة اه اليوم اروا في الشباب اللي ما عندوش حتى افقه كذا معانتها اه ينجم يلقى الافق كذا في الرياضة. ما فهميش اليوم معانا عدد بتاتها في المية بتوينسة يمارسوا في الرياضة اسلام. مم. بتاتها في المية. معانا تكورت اليد. اللي هي ثاني رياضة في تونس. واللي اشعا حت. معانتها يمس العالم الكل فيها تقريبا عشر الاف مجيزة. مم. شو يا بلكن. شو عشر الاف مجيزة. شو عشر الاف مجيزة هذي. شو في فرنسا ش فيها. شو في علمانيا. سي كريم. ما تشوفش دور النائب اه انو يعطي حلول باش نقدمه. معنى مش فقط اه يعطي شنو الوضع. هذي ممكن دور اعلاميين باش ينقدو الوضع. نائب دوره. ايشنو الحل لازم باش نبر. اي عندي حلول عندي رؤية قدمتها في عديد من الناسبيات وقلتها بالصوت العالي. النايب رو مش هو اللي ينفذ يا اسلام عايش اخوة. تو الطالبه في النواب. النايب اللي يشرع. النايب اللي يشرعش وحده. النايب يصادق على على قوانين جباله الحكومة. ويراقبهو الحكومة. ذي دوره نائب. مش هو في التنفيذ. عندو تلف ادوار نائب. عندو دور رقابي. وعندو دور تشريعي. دا اول دور هو تشريع. تشريع شمعنى هو معتي صادق على القوانين. على القوانين. تسعين في الامية. صحيح عندو حق المبادرة التشريعية اللي يعملو. ولكن في حاجات فنية. مواضيع فنية. راهو الحكومة هي تكون عندها رؤية. للقطاع هذ. هي تسير في القطاعات. بس نائب فيها حساسيات سياسية مختلفة. فهمني. حكومة يكون عندها رؤية. فهمني. الحكومة المتعرفة ما كانش عندهم رؤية للقطاع هذة بكل اه بكل اسم. هنا رؤيتي انا واضحة اليوم ما عدا فهمهم مشكل اه متع تمويل اه اسلام. اليوم الجامعات الرياضية. شنو قاعد يوصلها من اه من الدعم العمومي. ميزانياتها انخفضت. مم. بطريقة مهمة. مقابل. معتي ثمانين في المية تقريب او اكثر من خمسة ثمانين في المية ما الدعم يمشي لكرت القدم. احنا نحبو كورت القدم مره وكي نقولها كي مش معانت عندي حاجة ضد كورت القدم. بالعكس. لكن تبقى الهون تتحبو عدك الانجح. لا معانا لا. رياضة كورت القدم هي رياضة الاكثر شعبية. وهي رياضة تستحق الدعم ويلزم ندعموها. ويلزم نيغفو معها. ولكن ما يكونش على حساب الرياضات الاخر. خاصة انه انه كورت القدم. عندها موارد تمويل هامة اخرى. جي من الفيفا. جي من حقوق البث. جي من برشا حاجات. فمنزيدوش معانتها. اليوم البرومو سبور شركة نهوض بالرياضة. حقها تساهم في تمويل الجامعات الرياضية. والتي كنت تحقي برشا على البرومو سبور. اللي عندها برام. صحيح معانت تعرف انتي عشرين او ثلاثين مليون دينار اضافيين. يمشيوا للجامعات اللي يجيب في نتيج. الجامعات الرياضية يجيب في نتيج. دوه نخرجوه ملا 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 ملا. من الازمة هاتي. اللي يوم جامعة كورتليد دور في تقريب من ثنين او ثين فصلا خمسة مليون دينار. لو كان جيت ميزانيتنا في عشر او و خمس Ram 2001 دينار. ارانا في المستوى العالمي. ارانا ما انتيحوش على الصبعة او ثمانية الروائر. بميزانية كي مل كي مل يقطلك عليها هاتي. يلزم ايضا يعني اه اه انتبعوا الجامعات فاش تعمل. مش زادة تعطي فلوس وكاو. الجامعات اليوم مسايبة. معتها مفهم ماش امكانيات. الدولة ماش قاعدة توفر في اه وماش قاعدة ما عنديش رؤية للجامعات هذه اللي هي مرافق عمومية. في المقابل الجامعات زادة تخليت على دورها. والعديد منها على اقل. وولينا شنو وولينا نسمعون نسمعون معناتها. معاش جيب انا في موارد واستشهار. وين الاستشهار وين موارد الاستشهار. وين عقود الاستشهار. اللي مفروض كونك انتي زادة اه تنمي مواردك ذاتية. ولينا نسمعون فقط بجلسات عامة لتنقيح القوانين الاساسية. لتنقيح شروط الترشح. كل الجامعة تعمل معتها شروط الترشح. بش تقعد هي الى ملا نهايتها له. في الكرسي. معنتها. وتقعد دوم ودرياضة دي كتمشي للخراب او تفنى. موش مهم. مهم. كي انك تلمح الحاجة معاين. ليه ماما. ولو انك انتي ما تلمحش مستانس تصرح طول حتى اه تلمح. ولا صرح تقبل دي ما عليقتك برأي جامعة كرت القدم ودرياضة دي ما كانت ولميش ولا بد. لا مش ما. لا توانتي هزيتني. لا مش ولا بد هنا عني. انتي انتي لمحت. انا انا نحب التصريح مش تلمح. لا لا ما لمحتش. انا قلت. ميش نحكي. هذاء. موجود. موجود في كرت اليد. لويه كرت القدم. مم. موجود في كرت اليد. موجود في كرت اليد. اليوم اعملنا النظام اساسي بيش. معانتها اه نقصي و الناس. عليه. عليه. عليه انه اليوم اه نقصي ياسين بوذينة و نقصي كريم لهليلي و نقصي هيك المقنم و نقصي اه كفاءات تنجيل متفيد. عليه. موليباس. واضح. فهمني. واختلي القانون الاساسي مثلاً. اللي 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 تخل به المكتب الجامعي هذي. في الفين وستاش. يقول كل عضو الجامعي عندو حق في دورتين. مم. فقط. معتا يعمل دو موندا ويخرج. نجي ناحي الفصل هذي. اللي 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 يخلي يصي موراد المستيري. وصي موعاد بن زيد. وصي ريضا المناعي. وهادي عرب الحسين. وعلي العيدي. ما عاشي يكون اخر. كلهم خارج للالالالالالا. استباق للقابلين. وعملو زوز موندا. دو موندا. دو موندا. نحيو الفصل هذي. مش نعودو نحن نترشح ونجيو في المقابل. نسكرو على عبيد اخرين. اللي ينجمو يفيدو. فهمدي. عليه. تشوف الجامعة حالية سكرت عليك سي كريم. لا انا مجموش يسكروا عليها معتا. مجموش يسكروا عليها معتا. مجموش يحاولوا، بجيسكروا. عليه. عليه المنطق هذا. عليه المنطق هذا. عليه القطيعة مع الناس ليخدمهم. هاي ناودي تصوت. هاي ناودي تصوت. يا ودي ناودي براه شوف انت. انت اعلامي ومغروم بكورت اليد. عليه ش ما مشيتش حذرت في مستير. في الجلسة العامة الخارقة العادة. هاو في الجلسات العامة مع الفوتبول تمشي وجحاف اا اعلاميين. عليه ش ما مشيتوش. وشوفت وشنو لي صار في اا. شنو صار. مشيش شخختي وقول لي أنتي اكثر czym速. انتي كنتبعث معنىتها اه اه جلسة عامة ما تبعث الاندي قبل لوقت. ام. وما تعلنش لليوم انتي ادخل على الموقع تلقى Islamicgan. تلقى اليوم قانون اساسي موجود تلقى الجامعة خاص ما pictured her here in the world. معنى انان الى هنannie عليش. يا سيدي ما شو مش ترشح هنا? ياخي السياسيين بوذينا خايفين منه بشترشح عليه? ولا سيفلين ولا هاي. عليها. عليها يا. خلينا نقول لك حاجة. في الفين واثناش. عملت اي نقطة اختيت الجيمة عملنا جلسة عام. او معاذي تذكرها. ام. نخدم معي في عملنا فصل. يسمح. باستغناء عن شرط الاقدمي في التسهيل بالنسبة لنصف اعضاء القائمة. المترجح. معانت على اثناش. تنجم تجيب ستة. معا نضمشي اقدميه في التسهيل. ناجم جيب سي اسلام انا ندخله معي. ام. ولا اي عضو مغروم يحب يخدم جون شاب شاب باش نحيو اكل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ولا كذا ولا ومسكرينه وشروط. قلنا هيت نحلو. خلي ندخلو دم جديد في التسير في آآ كورتلات. حلينا الباب. نقص في المستوي التعليمي. من الباك بلزدوها بطنيها لنيفو باك. قلنا عندك باكالوريا. بايش ندخلو ناسي جدد. الفاصلة هذي تنحى في التنقيحات للاخراني. مم. وفهمت معاتها نحل الروحي. ونسك. هذي المنطق مرفوض. هذي المنطق اللي خلى الجامعات الكل. مش كين كون كورت قدم. آآآ يمكن فما كونسانسوس في كورت القدم على وديع. اما فميش كونسانسوس في 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 رياضة اخرى نتصور. ولا في كورت اليد ولا غيره. خاصة لما النتاج ما تبعش. حكيت سي كاريم قبل في قناة ونسنا على فاسيات في في الكورة في رياضة ونسي او بصيفة عامة. عشت حاجات ملموسة سي كاريم وقال لها فقد خلت ديما نسمع الفاسيات كينه شبح ديما نسمع لهم فمش حاجات من موسة. لأ فمش حد قال إلا هو عشت و Grö وفام وفام وفام. شوف انا انا راني يقاضي يجبال كل شي واهه. اسلام انا قاضي في محكمة المحاسبات. ووفي المواضيع من النا рынợ وحدتي اى ماتكلمشي نون فراغ. وما يتتكلمشي ونعفش نقل ونعفش معنى فساد ونعفش معنى وسود تصرف ونعف نميز من الامور اللي خدمت يا داي. انا حكيت على فساد في مجال الريهان الرياضي المواسي. اهم. الريهان الرياضي هو مصدر اساسي لتمويل الرياضة في تونس. على مستوى البنية التحتية على مستوى الجامعات على مستوى سياسية الدول. اجي من غادي كالتمويل. شوفوا صندوق النهوض بالرياضي اللي هو صندوق حساب خاص بالخزينة قدش كان في الفين واثناش تقريب فيما تقريب مئة وثلاثين مليون دينار. اليوم اللي يتجوز تقريبا ثلاثين مليون دينار. مئة مليون دينار. امشي. ما تشوفش هو الصندوق في حد ذاته ما تطورش روحه الدنيا تبدلت سي كريم طوى بال بالغال الانتبليه باري سبورتيف تبدلو. حتى هو الصندوق والبريم ما تطوردش روحه زيت بسي كريم. صحيح. صحيح. ما تطوردش روحه ويزم شخصية. زوس في وصول. في قانون المالية عالفين واثمنتاش. مزاوي ذو. يسمح. الشركة بالرياضة.RP Biše يعني ادخال ألعاب anواع من الألعاب الجديدة. ليجو ين. هذي طلب منه تأهيل. الشركة Bijون موسبور عندها جانب قصرة في ايضا الشركة ؟ ما ديناه ما نقولش لها. ولكن ف المقابل مش نحكي على أنا للشركات. إن نحكي على مداخيل الرياضة يا إسلام. المداخيل هذيك المئة مليون دينار كانت أربعين في المئة منها كانت كلها تقريبا أكثر من أربعين في المئة تبشي للجامعات وتمشي للسياسة الدولة في الرياضة. ما عاش فهمها. اليوم ما كتشوف البنية التحتية مهترقة لأنه مداخيل الصندوق هذيك تراجع بتريقة رأيبة. يزلنا نلقاو حلول. يزلنا نلقاو حلول باش مداخيل الريهين الرياضي اللي هي بمئات الملايين من الدنانير، تمشي للدولة. آآآآآ. جلل نحدي في الهني على قانون الهيكل مثلاً. ملحظوات اليعمية لحكيت الآيوم there. أنا احكيت على الفلسط من النوحة اذي، لأنو تعرف القانون، القانون رؤوس السيري حتى رأي انتبادلو. آآآ دولة معش لأنو بالقانون مداخيل الريهان الرياضي خمسين في نمئة تمشي للآآآ اربعين في何مئة تمشي للمتراهنين. وخمسين في المئة يتمشي للصندوق اليوم اللي ميرسوا في الريهان المواسر قاعدين يدفعوا في خمسين في المئة الخزينة الدولة للصندوق ونوذ برياضة 25% وقالي يدفعوا الدولة يدفعوا في تيفي خارج القانون يبدل ايطار القانون يمتعك وسكرها شريكة البرموسبور كالدولة قولنا انا ما عادش او حاليتو هذي السكتور المونيس في كل الدول العالم الريهان الرياضي راوم مونوبول تعد دولة لا فرانسيز دي جو في فرنسا اللي هي تجيري في الف الملياردويت شركة تملكها الدولة مئة بالمئة وممنوع منعن بيتا ممارسة اي ريهان الرياضي خارج منظومة لا فرانسيز دي جو لانو لانو فيها مس بالنظام العام ما وعليش مونوبول اما هذا ما يمنعش للدولة لازم تراجع قوانين وتراجع الرياضي التصرف وتطور الشركة اللي تتعمل في النهوض بالرياضة تطورها وتحسنها بيش وفي المك.. في الأثناء مادية خيلة كبيرة قاعدة تمشي في الطبيعة أو في جيوب ناس استكرشت اليوم بالعاملية هذي فهمني بتاع ريهان المواسي على حساب الرياضة ولا حساب كورت اليد ولا حساب كورت السلة ولا حساب الرياضة الكفردية هذي الحق والواقع عويز ما تقولوه بتقولوش تطور روحكم ما تطوروش عندي مش خطر تجي تعمل عندك الهنية بيبليسيتيك لا لا ما يش تعمل عندك الهنية بيبليسيتيك فهمني مش تهنيهم حكي لا مش بنحكي على إكسبريسة فين بنحكي على إذاعات أخرى ولا في التلفزيات الأخرى وقتالي الهايكاء قالت ممنوع مم الهايكاء خرجت قرار وقالت يوم نعمل عن بيت وين معاش تعديو ذهل هي يتعديو هني تفرش فيهم تعديو فهمني ولي ذي يا إسلام هذي فساد بعينه هذي فساد بعينه هذي أولوية وانا قلتها سي كما دي قلتها أولا كانت حب تعاون الرياضة ايش بده فلوس بتعري هين الرياضي رجحها للمسلك هل طبيعي ولا أعمل قانون حلها للمنافسة ما قول يجب تدفع للدولة بيه سي كريم انت رجل هذي فساد كبير في قطاع في قطاع رياضة وقعدين الرياضة قعدة ألسوف بيه انت رجل كورتيات بالأساس سي كريم قولك في الكلام اللي قالوا وديع الجريفي في التاسعة بخصوص جامعة كورت ليدنا فرع من جامعة كورت القدم وحاجة من النوع هيدا فيه حتى تقزيم لبقيت الجامعات الأخرين ايه معانتها هذي يسي هي تحسب في السياق اللي كنت أنا نحكي فيه اليوم وقتلي ثمانين أو تسعين في المئة من المداخيل تمشي لكورت القدم وقتلي معانتها نشريو حقوق بث كورت القدم بمليارات ومنا من عديوش آآ بقيت الرياضات بالتالفز ما يتعديوش وزادة مش معانتها كان التالفزة غاد حتى حتى الجامعات يزمي حسنوا المنتوج متيح آآ هذي كله يجعل الكلام هذي وقت اللي الجامعات تجري في حظوظ معانتها سيواديا سيواديا معانتها تسريع آآ غير موفق بتاتا منو معانتها كنا نتمنى وكونو آآ يحترم أكثر كورت اليد وناس اللي خدمت في آآ كورت اليد ورياضة هذية راي في قلوب توينسة ما يضيها حتى رياضة صحية يمكننا كورت اليد كورت القدم رياضة الشعبية اللولة بالعند عند الإعلام وعند بار الشعبية ولكن في في مستوى توينسة وليتحرك توينسة آآ رايوا كورت يد ما تقبلها حتى رياضة أخرى آآ فهمني حتى رياضة أخرى فهمني لأنها الوحيدة القادرة بيش نفسها على المستوي العالمي وبيش تلعب مع ألمانيا بيدون مراكبات ومع فرنسا بيدون مراكبات ومع النورفيج بيدون مراكبات مم وما نبدأوش خافين لنيك لو ثمانية ولا عشرة مم صحيح فهمني كنت ديما تبدي مواقفك بتاعك حتى صفحتك في مواقع توسط الاجتماعي نتابع فيك شوية هيدا راي ما يمنعش كون وراه وبنسبة لي أنا وديع الجيري معنتها يدافع على الرياضة التي يوحق من من الحقوق ولكن مطالب بيش يكون شوياء اكثر احترام للجامعة كنت نستينا هنا مرد من الرئيس الجامعة الحقيقي قانا رديت معنتك يا رئيس سابق ولكن كين هو الموطالب بيش ييرد على الـ على ش ما ردش ما عربش أنا كلموش و هو ماوش ما معاته ماوش موجود رئيس الجامعة عاش علي م Sage كنت مع تعليق نشاطه يا Diعى الجريم من قبل لجنة أولمبية عملت تدوينه في الإطارة محمر لن اش att لا محمر لن اش ها إش至اتت نشاطه على انتخابات النادي الأفريقي كيفüh . محمر لن اخ أكون محمر لن يتدويني concepts لا لاأسوف بالله خلينا نحكيه انفو بورتول. يعني انا ما عندي حتى خلاف شخصي مع وديع. وكنا اصدقاء. وكنا انتصلوا ببعضنا. وكيف في كل مناسبة يبعث لي استدعاءات لحضور ادوار نهاية بتاع الجامعة بتاع الكيس رئيس الجمهورية وكده. ما عندي معه حتى اشكال بالعكس. فهمني. خلافي وين معه? خلافي في مواقف. مم. توريت مثلا انا تخلفت مع وديعك ينحى الكناس. وذي اسببت خلافة الاساسية بناتكم. ايه داما من غاديك. قلت له انا غير موافق. مم. فهمني. قالي الكناس بيوم وعليوم يحايل وكده قلت اكثر واحد تظلم ما الكناس هو العبد والله. مم. مش انتي. انا تظلمت كريم الهليلي في شخصي. ومع ذلك اندفع على منظومة الكناس لانه مراش حل اخر. حاليا الا الكناس. ويزن توفر للجمعيات واللهيكل الرياضية درجة متع تقاضي وطنية. مم. درجة متع تقاضي عولي على المستوى الوطني. قبل ما نمشيوا للتاس هي موجودة بنا ولا بليش. تجب تمشي لها في اي وقت التاس. مم. ولكن يزن تكون فهمة درجة وقابلة وتكريفها ماش مرتفعة. واحنا انا كنت رئيس جامعة وقت اللي تعاملت الكناس يا اسلام. اثرت على عملهم تينا. في المنحة الايجابي. وليت اليجين القانونية وهيك التقاضي راضية في الجامعات. تقرم ليح ملفها وتخاف. لا قرارها غدوة يتكسر في الكناس فتسعى الى تطبيق القانون وهذا امر ايجابي. تخلفنا على اه على الموضوع. تخلفتوا ايضا سينة سينة مرادة المستيري في الانتخابات. مسينة شكريب الهلالي. رغم انك انتي كما قال هو استجديده حتى بش 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 تعيش عامنك. يا عمري ما استجديه هنا بنسبة لي. انا رئيس جامعة كورت القدم غير معني بانتخابات كورت الرياض. عليش مشيت لما انت ورياض بالنور؟ مشيت لما انت رياض اقترح وتوزيت تعود دي في الحكاية تضي يا اسلام معانتها. مشيت لما انت في زيارة على اساس معانتها احبيبيت وكذا وشنا ورايك في الانتخابات وشنا ورايك. قط لي مانديش علاقة يا انتحده. ايييييييييين. نقابل الناس كلنا في حملة انتخابية نقابل اي انسان. نقابلت مش هو قبلت تعليب بنزارتي. قبلت اي اسلام اه اسمو. خبلت برشاه رواسية جامعات مشكين وديها انت قابلوا مبعضنا. فهمني وحكينا. وعطيتلو في المناسبة ايدي يعطيتوا اه رائي. بو هو عمل الخيار مش مشكل. مش هيدا اليمقلقني. ام انا اللي القطلك الخليف ما بناتنا هو خليف على المواقف. تو مثلا انت خبيّت جامعات نادي الافريق. إحنا مهانت مرّاش الجامع. عليش الجامع متاع كرط القدم تعمل жنع.. انت خبيّت نادي الافريق. بنها حق خيّي نادي الافريقان يرهو نادي متعد ب extrasالraham. فيه كورت يد و كورت سلب. فيه كورت يد فهي كورت سلب فيه كورت طايرة فيه كل شي. اذا كان اليوم هيسدي الجامعة بتاعك كورت اليد اليوم تقول أنا مختص والرئيس ليشيبنتم. والنت خبيّت جامعات الكورت قدما أنا مستعرفش بيه. شو نعملو؟ غير مم، غير ممكني هدهي. فهمني؟ وليدهي الأجدر والأفضل لمصلحة النادي الإفريقي اللي منتصورش وديها جريمي خاممشي فيها هو أه، كونو أه، أبناء النادي هومة ليشرفوا على الأنتخاباتيهن. معاً تأنا كي نعطي رأي في موضوع. مش معانتها أن نتخافوا نويهك إسلام في موضوع، نواليه وآآ، نواليه وعداوات مبينات مهملية، ماشي هذا الموضوع. خلاف فقط مواقف وقراء. ما عدا ذلك أنا أتمنى الخير لكورت القدم تنسية و أتمنى نجاح لكورت القدم تنسية و نحب الجامعة كي تبدأ مشعة في العالم و محترمة في العالم أنا يشرفني و يسعدني كرياضي و كمنتمير الحركة الرياضية في البلاد و أنا بالمناسبة ندعوه بشي بشي يحل مشكلتها للشابة مثلا معناتها مشكلة غير غير مسبوقة مهم في تاريخ البلاد معناتها ندعج متعاقب رئيس الشابة كان خالف و ريت الي هو خالف وهيك الكرات الي هو خالف القانون تعاقبه تقسيه حتى من الحركة الرياضية ما تعاقبش الفريق أم النادي راهو ما هوش ملك للتوفيق لمكشر ولا حتى حد هو ملك المدينة الي ينتمي لهو ملك الشعب متاحه هو ملك جماهيره هو ملك تاريخه ما ما انت جامش تقسيه بالتاريقة هذه هذي هو اللي 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 معانتها كيف نتخالف اينا و هيك في راي راي ما يشعدوك بي اللي خذي ورا معا تشيط دراني خذي اكثر من الوقت اللي كونو متفاهمين فيه سي كريم بش تستس نحك اكثر شوية بش تستس لك هل بش تكون موجود في الانتخابات القادمة ام لا لكن جاوبنا بعض الاخبار مع فهلا